هذا البريوش اللي لازم كلكم تجربوا على ضمانتي أخف من الريشة قطني لديد جدا حسن من البتيبان والكروسة سهل ماهل بدون بيض مكونات جدا اقتصادية موجودة في كل بيت من الكثير سما هو بنيت قدر تكمل هذه اللطا غير بوحدك يجي حسن من البريوش اللي كنشر وعد بره بألف درجة هذا البريوش سيأخذ من المقادر ضروري بالنسبة للطريقة والمكونات فهم موجودين في كل بيت سهلة بسيطة ولكن المضاق يجي مميز نحتاج نصف كأس من السكر وبيبات ممكن تنقصوه من الكمية لبيته سنضيف كأس من الحليب الدافئ هنا يمكن تعود هذا الحليب السائل بالحليب البودرة مخلط مع الماء الدافئ سنضيف نصف كأس من الماء الدافئ كذلك سنضيف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز الحبيبات او المجونة سنضيف لهم كأس مملوء من الدقيق الكأس الاول سنضيف ملعقة كأس من الدقيق سنضيف مع السكر وخميرة سنضيف ملعقة لكأس من الدقيق سنضيف الكأس الثاني من الدقيق سنضيف الكأس كبير من الشيء سنضيف من القياس بأي كأس يتحكم في كمية اللي غادي تحصلوا عليها ديال العجين فكيتحكم لكم فيها الكأس يعني الا استعملتوا كأس كبير هتحصلوا عليها عجينة اللي كتكون كتيرة شوية استعملتوا كأس صغير فهتغطيكم هذه الكمية اللي هي قليلة فانا استعملت كأس كبير من ديال الشاي ممكن تستعملوا غير كأس العنباء اللي توفر عندكم اللي كي عبر 150 ميلي لتر او لا تستعملوا هاداك الكأس اللي كي عبر 200 ميلي لتر هنا يبعد ما كان حصل على واحد الخاليس بحلق قوام ديال الكيك يكون خاتر ومنسجم جيدا كان غطي ونخليه حتى كي يختامر وكي يضع في الحجم دياله كان خليه تقريبا واحد العشر دقائق مني كي يطلع بهذا الشكل هادا 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 يخليه يجينا شيش وطريق من الداخل غدي نضيفون نصف كأس من الزيت نباتية وغدي نضيفون ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات وغدي نسمو هادة البر ärوش هادا بجوج اكياس من سكر منسم بالفانيلا اما يعادي هادا هادا جوج بالناحية في العجانة هاينا غدي نضيفوا كأس مiformة وغدي وضعوا الكلب耐جن هادا هواوا يتقدروا ي أوديكم اكتب الى هذا البريوش لان اضع القوام المناسب في الاول استعملنا كوس من الدقيق جميلة اختمر في هذه المرحلة ضفنا زيت الخامير وضفنا سكر فانيلا وضفنا كاس الثالث من الدقيق سواء نخلط جيدا سواء في الجنة او بالدينة ومن بعد سنبدأ نزيد الكأس الرابع نبدأ نضيفه فيه بالتدريج لا نضيفه دفعة واحدة لان قوام البريوش يجب أن يكون خفيفة لكي نحصل على ذلك النتيجة يكون لدينا البريوش وخكيبات لدينا بقرطب لا يقصح بالنسبة لكأس الرابع وحسيت بان قوام العجين قمت بسائل فأضطرت أن نضيف نصف كأس من الدقيق يعني اضفت بالنسبة لك انا اخذت لي الخالق اربع كؤوس من الدقيق ونصف انتم لا يمكنكم اخذ لكم قل من هذه الكمية لان نوعية الدقيق تختلف حيث كي نوع ديال الدقيق يشربو كي نلا القوام العجينة تبقى خفيفة لا تبقلوها بضقيق بزيال وحسيت بزيال لا تبقى خفيفة لا تبقى خفيفة وعادة لدينا بزيال بزيال وانتقوم بزيال وانتقوم بزيال وانتقوم بزيال اشتركوا في الفيديو اوه 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 بزيال بزيال اوه 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 مرة اخرى سوف اختمر حتى يضعف الحجم بالنسبة للمرحلة الثانية لا تأخذ وقت طويل بسرعة بسرعة تطلع خصوصا عندما اخطيت العجينة وخليتها تخمر بعدما اخمرت سوف نحيدها من العجانة بلما تبقى تخرجوا من الهواء اللي يكون فيها بزاف غير راقية سوف نضعها قليلا فقط قليلا لان العجينة تحتاجها تحتاجها يجب ان تكون مفيد حتى يتساق اضعها فقط فقط قليلا تحتاجها وقليلا سوف نضعها ونقضع العجينة الكويرات بالنسبة لي انا قسمتها 12 كويرات سوف نقسمها 12 كويرات من بعد سوف نقضع العجينة سوف نقضع الكويرات مثلا نقضع الكويرات سوف نقضع الكويرات سوف نقضع نقضع سطح العمل قليلا نساق اضع القضية لكي لا تقصح العجينة لكي لا تقصح العمل لان اضع القضية لكي لا تحتاجها للطاق اضع القويرة لكي نستمر حتى نقدم كاملين كمشي القويرة الاولى نبسطها بيدية نجيب 4 مائ القصغيرة السبدة وانا نبسط في القويرة العجين وانا ندهن بها من الوسط ندهن 4 مائ القصغيرة وانا ندهن بيدية تكون مرخوفة على درجة حرارة المطبخة لكي تدهلكم فوق العجينة او ما كتعدبكم من بعد مني كنصرح العجينة بشكل دائري كنجيب ملعقة كبيرة غير مملؤة من الشوكولاتة انا كنتستعملوا شوكولاتة اللي كتعجبكم انا استعملت هنا شوكولاتة للدهن خاصة بالدهن وكان عمروا بها العجينة دينا تستعملوا شوكولاتة قطع او لا تستعملوا هذه الشوكولاتة اللي كتكون ديال البتيبان غير إلا درتوا هذه قوة ومنها شوية ديروا بالزيادة باش كي يجي عمر بالشوكولاتة وكي يجي زوين كفكرة كذلك ممكن تعمروا بمربة إلا بغية اللي كي يجب المربة كي يجبوا الشوكولاتة تقدروا تخليه خاوي ومني كي طيب كتعمروا باش مما بغيته غير احنا كي يجبوا الشوكولاتة فعمرنا من الأول بالشوكولاتة كي يجي زوين العجينة اللي هي الأسس فان عطيتها لكم طريقة دياله صفي وكن نرولي وكيفشتوا معي كيفش قديت الباقيطة ديالي كنرولي في هذه الدائرة حتى كنصدها في الجنب صفي غادي عاود مرة أخرى كنجيبها كدائرة ديال العجين كنبسطها بالدية وكندهنها بالزبدة من الأحسن هنا واحد القادية حتى كنت تصرحوا العجينة ديالكم عد هنا بالزبدة باش ما تعدبكم مش العجينة صفي وكن عاودتانين ديال الشوكولاتة في الجوانب وكان بقى نرولي في هذه الدائرة بحلقة نطويها بحلقة نطويها بها الشكل هذا تشوفوا معي كيفش غادي نطويها سهلة بزاف وهنايا متصرحوش العجينة عاودتانين تكون دائرة كبيرة بزاف بش ميجيكم مش الباقيطة ديالكم مرقيقة سوف نلصق هذوك القناة مزيان ديال العجين كنحصل على واحد الكوميرا بحلقة كنحطة فلطة اللي كتكون مدهونة بالزبدة ومرسوشة بالقليل من الدقيق كنغطيو البريوش ديالنا بالبلاستيك الغيضاء ونخليوه يختامر في مكان دافئ حتى يضعف الحجم دياله بعدما يضعف حجم البريوش كنجيبو أصفر بيضة واحدة اللي كنخلطوه مع سلصة الصوجة أعطيني ذاك اللون زون أنادئما هدواء خاليط كندهن البريوش ديالي اه تقدروه إلا ما فيتوش متاحبته تستعملوا فقط الحليب وذوش متاحبته مع قهوة سريعة الدوابان كاندهن البريوش ديالي مزيان وهني كندهنه بحضر غير بشوية باش منهبطوش هذه الخميرة اللي اختامر البريوش ندهنه بلطف باش منهبطوش الخميرة كيف قدتليكم بالنسبة لطريقة الطيب دياله في هذه المرحلة فاش انا كندهنه فانا كنكون نشعل الفران كيسخن من الفوق والتحت على درجة حرارة 180 بحال الطيب ديال الخبز كنشعل الفران ديالي كيسخن مزيان النار اللي كتكون في الاول مرتفعة فاش كندخل بريوش ديالي اللطة ديالي الفرن فانا كنجهد النار من التحت كنخليها على اقصى درجة والفوق كننقصو وكنخليها مهيلة غير كندوز واحد ثلاثة ديالتقاء قربعا ديالتقاء كنطلع الفران ديالي كيبلي البريوش ديالي تنفخ سوفي كنرجع نحل الفران ونقص لتحت كنخليها النار اللي كتكون مهيلة بحال فوق بحال تحت تكي طيب وكيتحمر من جويه كاملين باش كيجيني محمر كامل سوفي او كنخرجو مني كنخرجو مباشرة كنغطي بواحد المنديل اللي كيكون نضيف وكنخلي حتى كيبرد وكندوز نزين فيه كان دهنوه بالعسل او بالمرباق ديال مشماش وكنرشو بالقليل من كوكاو مهرمش محمر ومهرمش ممكن ترشوه بجوز الهند ممكن ترشوه كذلك برقائق اللوز لحسب الرغبة ديالكم شوفو نايرا كيجي شيش بزاف ورطب البريوش ديالي تزيان كيبقى اختياري ممكن تخليو غير هكذاك صفي او كتقدمو بصحة ورحة ما غدي شي طوول بزاف عندكم لانه يتكالف تبارك الله ما شاء الله يتكالف ساعته يجي يجي بنين بنين مدق ديالو بنين شي حاجه زوينه بزاف وحتى اللي بقى عندكم باش تحتفظو بيه فقط تفعلوا بها محكمة الاغلاق وكتخليو غير هلا بره اوه بذالاكر لا يوجد العمل يتكالف لانه يجي لديد وفي حالة انه سسيح و هم احتفظوا بيه فقط تحتفظوا بيه في الثلاجه حتى تريد كذلك يمكنك تخنيف الفران غير الفران يكون سخون من قبل كان نشعروا عليها النار تكون غير من التحت وطفيين الفوق حتى يشخصوا المزيدة لا يمتسوا الوقت بزاف وكتتخرجوه يجي رائع بزاف كانت من تجربوه وكتخليو لي بزاف جدا في تجاركو افضل الفيديو هذا وشاركوه مع احبابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعيه اه ديروا لي اشتراك للقناة باش توصلوا دائما بالجديد شكرا بزاف على حسن المتابعاتي لكم اه نتلقوا فيديو جديد ان شاء الله وممكن كذلك تديروا هذه البريوش الى بغيتو مثلا تردوه بريوش مالح تقدروه تعمروه بحشوة مالحة ان شاء الله دبنا نحط لكم بريوش اه مالح معمر باش ربطلو عليكم اه قاية تديوه معكم خصوصا في هذا الصيف هذا كان بغيون تديو معنا شي حاجة على برا او الا اه كان بغيبشي حاجة خفيفة نتناولوها في العشاء شكرا بزاف على اه متابعة وان شاء الله تناولي فيديو جديد الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة